السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مسحنين من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة معلم ترياضيات للصفير الرابع اليوم الرابع إن شاء الله رح نكمل درس التحليل إلى العوامل الحصة السابقة تعلمنا كيف نكون شجرة لتحليل العدد ولكن في الحصة هاي بدنا نتعلم كيف نتعامل مع شجرة مكونة وجاهزة عنا مثلا مثال 2 صفحة 96 في عنا بدو يعني أحل العدد 80 إلى عوامله الأولية عنا هون 80 هو محللها لعشرة وهون فراغ كيف بدي أعرف الفراغ اللي هون بحكي شو العدد اللي بضربه بالعشرة بيعطيني التمانين أكيد التمانية تمانية ضرب عشرة تمانين طبعا أنا هون في عندي عدة عوامل للتمانين تمام ولكن هون أنا ملزمة بالتمانية ضرب عشرة ليش لأنه هون كاتب للعشرة فأنا هيك ملزمة بهذا العامل أكتبه زي ما هو بدو يعني أكتب تمام طيب خلينا نشوف العشرة العشرة طبعا هي عدد مركب فبالتالي رح يتحلل لا إيش خمسة ضرب اثنين التمانية التمانية برضو عدد مركب رح يتحلل لاتنين ضرب أربعة طب وين نحط الاتنين وين نحط الاربعة هنحط الاتنين في المكان اللي ما عندها سهمين يعني ما رح تتحلل لأنها عدد أولي فمنيجي بنحطها هون الأربعة بنحط هون ليش لأنه طالع منها سهمين فمعناته هون رح تتحلل فبالتالي العدد المركب اللي هو الأربعة رح أحطه هون تمام فهمنا كيف بنحط الأعداد في المربعات المناسبة لإلها عندنا الأربعة هون تتحلل لاتنين ضرب اثنين هسا هذا العدد هون بينزل وهون العدد هات بينزل وهون كمان هاد العدد بينزل وتصير عنا التمانين عبارة عن شو اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب خمسة ضرب اثنين واذا بدنا نكتبها بالترتيب بتنحط الخمسة هون ونحط لاتنين هون نشوف مع بعض اتحقق من فهمي عندنا هون الاربعة وخمسين طبعا هو هون حاطط لي هدولا السهمين هون اذا بتلاحظوا مش مكمل عنده فبالتالي هون لازم نحط عدد اولي عشان العدد الاولي ما منقدر نكمل تحليله وهون بدنا نحط العدد المركب بحيث انه نكمل التحليل بنلاحظ انه هدول الاعداد هم عوامل العدد اربعة وخمسين بدنا نختار الاعداد المناسبة نحطها هون في هذا السؤال عندنا هون لو اخترنا الستة والتسعة حطينا الستة هون والتسعة هون الستة والتسعة اعداد مركبة فبالتالي هذا الخيار رح يكون عندي خطأ لانه هون ما في تكمله فهون لازم يكون عندنا عدد اولي في الدوائر لازم نحط اعداد اولية فبالتالي الخيار الاول رح نشطبه نشوف هون اتنين ضرب سبع وعشرين وثلاثة ضرب طمانطعش اتنين ضرب سبع وعشرين عبارة عن عدد مركب بحطه في المربع السبع وعشرين وعدد اولي اللي هو لتنين منحطه هون اذا متزبط السبع وعشرين ضرب اتنين طب الثلاثة ضرب طمانطعش برضو رح تزبط لانه عندنا الثلاثة عدد اولي منحطه هون وال18 عدد مركب منحطها هون خلينا نختار واحدة منهم ونجرب مثلا خلينا نختار الـ 22 بنحط الـ 2 هون ونحط الـ 27 هون الـ 27 عبارة عن شو؟ عبارة عن 3 ضرب 9 وين منحط الـ 3؟ 3 عدد أولي فمنحطه في الدائرة الـ 9 وين منحطها؟ منحطها في المربع الـ 9 عبارة عن شو؟ عبارة عن 3 ضرب 3 إذن شو هم عوامل الـ 54؟ عندنا الـ 2 والـ 3 والـ 3 والـ 3 لو حطينا كمان الـ 18 رح يطلع معنا نفس العوامل يعني لو جينا حطينا 3 هون و18 هون برضو رح نحلل ورح نوجد نفس العوامل اللي هم الـ 2 و 3 و 3 و 3 نفتح كتابنا صفحة 97 لدينا تمرين واحد و 2 وقفوا الفيديو شوي حلو لحالكم بعد نرجع وشوفوا أجوبتكم إذا الصح ولا خطأ خلينا نشوف هلا الثلاثين الثلاثين معطيني اتنين وهون تاركها فاضية هون أكيد رح تكون عدد مركب اللي هي الثلاثين عبارة عن تنين ضرب إيش بتعطيني تلاثين؟ تنين ضرب 15 لو أنا ما عرفتها بروح بقسم قسمة طويلة عشان أحسبها تمام؟ طيب الـ 15 عبارة عن شو؟ برضو هي عدد مركب عبارة عن 3 ضرب 5 فبتصير العوامل 2 و 3 و 5 رقم تنين عنا هون 88 88 هاي عبارة عن 11 ضرب 8 11 ضرب 8 طبعا لها عدة عوامل أخرى ولكن المهم إنه إحنا نختار من عواملها يكون العدد واحد منهم يكون أولي والتاني يكون مركب عشان الأولي نحطه في الدائرة والمركب نحطه في المربع تمام؟ طيب التمانية هاي عبارة عن شو؟ عبارة عن 4 ضرب 2 وين نحط الأربعة؟ ممتازين في المربع لأنها عدد مركب وبدنا نكمل تحليلها التنين وين منحطها؟ في الدائرة لأنها عدد أولي الأربعة عبارة عن شو؟ عبارة عن 2 ضرب 2 فبالتالي بتصير العوامل 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 11 نشوف سؤال 8 مع بعض بحكي لي لدي العددان 45 و90 إذا كانت تحليل العدد 45 إلى عوامله الأولية هو 3 في 3 في 5 فما تحليل العدد 90 إلى عوامله الأولية بنلاحظ أنه 90 عبارة عن 45 ضرب 2 يعني في علاقة بين هذا العدد وهذا العدد 45 هي نصف 90 فبالتالي 90 حتكون تساوي 2 ضرب 45 وهو ما أعطيني في السؤال تحليل العدد 45 قداش تحليل العدد 45؟ 3 في 3 في 5 إذا نكتبها كالآتي 90 عبارة عن 2 ضرب 45 محل 45 بدي أحط إيش؟ بدي أحط التحليل تبعها اللي هو ما أعطيني إياها في السؤال فبنزل الـ 2 زي ما هي ضرب 3 ضرب 3 ضرب 5 فبالتالي 90 رح يكون تحليلها 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 5 كيف أوجدناها لما أوجدنا العلاقة بين 45 والـ 90 وكانت العلاقة عبارة عن 90 تساوي 2 ضرب 45 بعدين رحنا حطينا محل الـ 45 تحليلها اللي هي عواملها هون بعدين طبعا طلع معنا هيك تحليل العدد 9 الواجب في كتاب التمارين صفحة 31 سؤال 1 و 2 و 3 و 4 وبالتوفيق هي رابع